رسالة وصلت من إحدى الأخوات الشيخ صالح تقول بأنها تسببت في نزول دم الحيض لأنها أخذت علاج صرفه الطبيب فتركت الصلاة لمدة أكثر من أسبوعين فهل عليها قضاء؟ إذا كان هذا الدم دم الحيض فإنها تجلس مدة الحيض وأما إذا كان هذا الدم إنما هو نزيف بسبب العلاج أو سبب آخر إنما هو نزيف وليس حيضا فإنه لا يعتبر حيضا ولا تجلس فيه ينظر في نوعيته ويستشار الطبيب الذي صرف هذا العلاج نعم